في ختام حلقتنا النهاردة الزكرة نجمينة محمد عبدالوهاب اللي هو عايش في وجداننا وفي قلبنا عندنا نجوم ورموز مستحيل ننساهم منهم محمد عبدالوهاب دايما في الزكرة بتاعته وبنفتكره وبنفتكر أسرته للأهلوية لما عملنا حلقة مع والدة نجمينة محمد عبدالوهاب واحدة من أجمل الحلقات اللي عملناها وبنتشرف اللي احنا عملنا حلقة زي كده لا لك بحقيك والله النهاردة على انك قدمت يعني اتكلمت عن الراحل محمد عبدالوهاب بشكل جيد جدا ودايما على فكرة انت موقفك الحمد لله لان بحترم جدا الموقف الصعب اللي كان فيه واللي انت يحصل الموقف الصعب ده داخل ملعب التيتش وانت عرقام بفنلة النادي القلي فده شرف ما بعده شرف عشان كده محمد عبدالوهاب ان شاء الله في خدار الحق كده ان شاء الله ربنا يخفله ويرحمه وطول الوقت مش بندعيله في ذكرى بس بندعيله طول الوقت لانه ما ننفعش اللي احنا ننساه ابدا كمان اسرته والدة محمد عبدالوهاب واخواته غالين علينا كتير وبنقل تحيات كل الاهلوية لولدة محمد عبدالوهاب وكمان في نهاية حلقتنا حختم زي كل يوم لكن قبل ما اختم كل سنة وحضراتكو طيبين كل سنة والامة الاسلامية كلها بخير كل سنة وجماهير النادي الاهلي بخير واسر شهداء جماهير النادي الاهلي كل سنة وانتو طيبين المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي وتزبحوا على الفخير